يقول الدكتور بيرغ هل تعاني من التعب، تغيرات في الوزن، أو تقلبات المزاج؟ قد تكون أحد الملايين الذين يعيشون مع مرض المناعة الذاتية. في هذا الفيديو، أجري مقابلة مع الدكتور ديمتريس سوكلس، خبير أمراض المناعة الذاتية. نناقش حالة المناعة الذاتية الواسعة الانتشار، ولكن غالباً ما تكون مشخصة خطأ مرض هاشيموتو. النقاط الرئيسية من محادثتنا أمراض المناعة الذاتية أكثر شيوعناً من السرطان أو أمراض القلب. مرض هاشيموتو هو الحالة المناعية الذاتية الأكثر أنتشاراً. هاشيموتو هو هجوم مناعي ذاتي على الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. النساء أكثر عرضة بكثير لإصابة بمرض هاشيموتو. تشمل الأعراض التعب، مشاكل الوزن، الاختلالات الهرمونية، وتقلبات المزاج. يتركز العلاج على إيقاف الهجوم المناعي الذاتي وتقليل الالتهاب. إذا كنت تعاني من مشاكل صحية غير مفسرة، فمن المفيد التحقيق في الحالات المناعية الذاتية. غالباً ما يتم تشخيص مرض هاشيموتو على أنه قصور بسيط في الغدة الدرقية. ومع ذلك، فإن فهم أنه حالة مناعية ذاتية هو المفتاح لمعالجة المشكلة الحقيقية. يشرح الدكتور تسوكاليس أن المشكلات الكامنة مثل نقص فيتامين دال، مقاومة الإنسولين، وخلل الوظائف الميتوكندرية شائعة في المصابين بمرض هاشيموتو. معالجة هذه القضايا تساعد في إدارة المرض وتحسين صحتك العامة. شكراً للمشاهدة.